ليس في العيد بل في أغلب أيام السنة هكذا تبدو بعض أحياء المدينة وقد سلبتها الميليشيات الإنقلابية الفرحة وضجيج الحياة إما بفعل قدائفها المتواصلة هجرها السكان أو القنص الذي يطالهم ينزح كثير من السكان خوفا من القصف، خوفا من الرصاص الطائش والقذاف الطائشة وكثير من الناس خارج منطقة التعز الآن وحتى إذا أرادوا أن يعودوا لا يستطيعوا أن يعودوا زيارة قصيرة في بعض هذه الأحياء لا تشعرك بالعيد أو حتى أنه مر من هنا يبدو غائبا بفعل الحرب الذي قادتها الميليشيات لتقف حائلا دون وصوله على غرار بعض الأحياء المجاورة فالقليل من بهجة العيد سرت هنا إلى أنها لا تبدو مكتملة وإن حضرت يبقى جزءا مهما منها غائبا أو مغيب باختفاء الحدائق والمتنزهات التي كانت ترتادها العوائل والأسر وأطفالها أصبحت هنا في قائمة الذكرى المجروحة أو الأحلام المؤجلة نزع الفرحة هي موهبة أخرى لا تجد صناعتها وتصديرها سوى الميليشيات إلى مدينة لطالما يبحث أهلها عن لحظات هدوء وفرح عيد آخر يسقط من ذاكرة أبناء هذه المدينة المحاصرة عيد ممزوج بكل أوجاعهم وخيباتهم في ظل مناسبات مخنوقة لم تعد فيها البهجة سوى مجرد أمنية حمزة أمين قناة بالقيس تعز